أول مبارح حكيث كورينا تابعنا الاجتماع اللي تعمل في دار الأوبرا المصرية اللي كان بيناقش وثيقة المبادئ الأساسية للدستور أو المبادئ الحكيمة للدستور أين كانت المسميات اللي نتفق أو يعني مش لازم نتفق على الاسم يعني مهم الكونتنت المهم المضمون والوثيقة صدرت ولسه لم طبعا لم يتم الموافقة النهائية عليها كانت هي مقترحة من دكتور سلمي حصل أنه حضر مجموعة من القوة سياسية وتغيب السلافيين والإخوان والنقاش بدأ يدور حوالين بعض النقاط أو بعض المواد في هذا الدستور أو يعني هذه المبادئ الحكيمة للدستور في بعض الاختلاف عليها خلال نهاردة نتناقش ونعرف كده بالراحة تفاصيل عن المواد الموجودة في هذه الوثيقة ونشوف ليه طائرات الإسلامية معترضة وليه كمان مبارح حصل أنه بدأ يبقى فيه بعض الاعتراضات من بعض القوة السياسية المختلفة بشرفنا يكون معانا دكتور محمد نور فرحات أستاذ القانون بجامعة الزئزيء نهارك سعيد يا فندي بداية حضرتك حضرتك حضرت الاجتماع اللي كان بيتمه مدقشة حضرت ممثلا عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي كان مين بسرعة كده نعرف مين الناس اللي كانت ممثلة داخل الاجتماع لو حدك فكر كان فيه عدد كبير يعني حوالي 300 واحد طبعا تعرفهمش كلهم بالضرورة أنا ما كنتش من المجموعة المنظمة للاجتماع أنا دعيت شأني شأن الآخرين إنما أتصور أو كما قيل إن المعيار هو دعوة الأحزاب السياسية الرسمية التي وافقت على إنشاءها لقنة الأحزاب السياسية يعني الأحزاب المشهرة وعدد من منظمات المجتمع المدني طبعا للأصار حفيزة عدد كبير من الناس إن الأحزاب الممبسقة عن الحزب الوطني السابق كانت ممثلة وكانت ممثلة بكسافة هذا ليس ذنب الداعين إنما ذنب من قطعوا الاجتماع يعني الدعوة وجهت للجميع هناك من لبى الدعوة وهناك من قاطع الدعوة فمن قاطع الدعوة عليه ألا يلوم الآخرين لأنهم قاموا بتلبية الدعوة طبعا أنا ضد مشاركة في دول الحزب الوطني في أي نشاط سياسي ومع إصدار قانون للعزل السياسي إنما هذا ما حدث طبعا خليني نتكلم مبدئيا على من النقاط الهمة اللي الناس كثيرة بدأت تتكلم عنها وهو لجنة المية اللي فيها إنه عشرين هيبقوا من داخل المجلس الشعب إن شاء الله المنتخب شهر ونفق الشهر ده يعني آخر الشهر ده وتمانين هيبقوا من برى مجلس الشعب والشورى وتعمل قائمة كده بتأسيم لا هو مش كده بالزبط هو الوسيقة دي بنقشة بتتضمن جزئين الجزئ الأول ما يسمى بالمبادئ الأساسية للدستور مقاومات الأساسية للمجتمع والحقوق والحريات العامة اللي درجت عليها كل الدستور المصرية من سنة 23 لحد النهار مصر دولة مدنية دينها الأسلام والإسلام ديني دولة والشريعة الإسلامية هي المصر الرئيسي للتشريع وحرية الرأي والتعبير وحرية التنقل والحق في الجنسية والحقوق الاقتصادية والإنسانية كل ده متضمن في الجزء الأول من الوسيق الجزء الثاني معايير تشكيل جمعية وضع الدستور عشان أكون واضح من الناحية القانونية الإعلان الدستوري الذي تم استفتاء الشعب على بعض مواد ده لم يضع معايير لتشكيل جمعية أو لجنة وضع الدستور إنما قال الأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشورة فأول اجتماع ليهم بعد انتخابهم يجتمعوا ويشكلوا لجنة وضع الدستور القادم دون أن يحدد ما هي من جوة أو من برأ أو أي تكوين ده وبالتالي اقتراح المعايير لا يتعارض مع الإعلان الدستوري ولا يتعارض مع الاستفتاء إنما هو إكمال للإعلان الدستوري وإكمال للاستفتاء قالت أولا جميع أعضاء لجنة وضع الدستور يكونوا من خارج مجلسي الشعب والشورة المية؟ كلهم المية المية من خارج مجلسي الشعب والشورة ليه؟ ليه؟ عدد ممن شاركوا في الصراعات السياسية السابقة على الانتخابات وحاجوا أغلبية معينة وبالتالي يفرضوا إرادتهم على الشعب المصري لعشرات السنين في المستقبل يعني دور مجلسي الشعب والشورة هو الاختيار وليس المشاركة في وضع الدستوري طيب أنا كده متلخباط أنا كنت فكرة اللي قريته مبارح إنه في عشرين هيبقوا من جوة مجلس الشعب نقرأ النص نقرأ النص ومتقسمين التمانين شخص هيتم اختم شعب خمستاشر من فين واثنين من فين وعشر من فين النص بيقول إيه؟ أيوة واحد تشكل الجمعية التأسيسية المنوط بها وضع مشهور الدستور المصري على النحو التالي تمانين عضوة من غير أعضاء مجلسي الشعب والشورة يمثلون كافة أطياف المجتمع المصري من قوة سياسية وحزبية ونقابية ومهنية ودينية على النحو التالي حلو وبعد كده حدد كيفية اخشار هؤلاء التمانين ويختار أيوة ويختار حالتك صح صحيح أنا لا غالب لا لا أعرفيش مشكلة ويختار الأعضاء الباقون اللي هم العشرين بقى من بين ممثلي الأحزاب والمستقلين بحسب نسبة تمثيلهم بمجلس الشعب والشورة بحد أقصى خمسة أعضاء وبحد أدنى عضو على الأقل صحيح يعني هما العشرين دول بحسب الأحزاب اللي دخلت المستقلين ونسابهم ويعملوا نفس النسبة في العشرين بالضبط فبالتالي إحنا عندنا تمانين من براء علشان نضمن تمثيل كل الناس وهما حددوها مشافة من النقابات من فين وما شاب ده ما فيش عليه اختلاف صح حتى الآن البند ده تحديدا متاع اللجنة التأساسية المياه ما فيش عليه اختلاف غير من عند الإخوان المسلمين تقريبا لا حاولنا حضرتك هو لو تحبي تحدد الموقف من هذه الوثيقة في موقفين بين القوى السياسية في قوى تغفض مبدأ وضع الوثيقة يعني بيقولوا احنا مش عايزين وثيقة وبيراونا وانا مش متفق معاهم طبعا ان هذه الوثيقة تمثل التفافا على الاستفتاء في حين ان الاستفتاء تم تجوزه اكثر من مرة اخر مرة لما المجلس الاعلى لقوات المسلحة عدد المادة 38 الخاصة بالانتخاب بالقوائم رغم انه قد جرى استفتاء الشعب عليها ولم يتحدث احد من هؤلاء وبعدين الاستفتاء كان على تسع مواد وبعدين في اعلان دستوري وقالوا تم مواد حطوهم في الالان الدستوري واضافوا اليهم عشرات من المواد ولم يتحدث احد مش عايز اتكلم في الموضوع ده ففي قوة بتقول لا ودي تحديد قوة قوة الاسلامية القوة الدينية قوة المسلمين والسالفيين يقولوا لا احنا مش عايزين وثيقة وفي قوة بترفض عدد من البنود التي وردت في الوثيقة كما طرحها الدكتور علي السلمي وهو عايز اقول ان هذه الوثيقة التي طرحت في اجتماع الدكتور السلمي اول امس ليست هي الوثيقة التي اعدتها القوة السياسية المختلفة دي كانت مقترحة من دكتور علي صح؟ دكتور علي السلمي وكانت مقترحة من المجلس الوطني وانا كنت اعت احد المشاركين في وضعها تم اضافة بعض المواد هناك تحفظات عليها منها المادة الخاصة بالوضعية الخاصة للقوات المسلحة هي المادة تمانية وتسعة وتسعة عشر لا هي المادة اللي اثارت كثير من النقاش المادة تسعة من الوثيقة وانا شخصيا برفضها اللي هي بتقولي ممكن اقرأت رحلنا بعد اذنك يا دكتور الفقرة الثانية يختص المجلس الاعدى للقوات المسلحة دون غيري دون غيري يعني سحب اختصاصات مجلس الشعب دون غيري بالنظر في كل ما يتعلق بالشؤون الخاصة بالقوات المسلحة ومناقشة بنودي ميزانيتها يعني مجلس الشعب من ملوش ملوش اي لقابة علي بتاكن حصل زمان ملوش مكانش كده قبل كده مكانش كده مجلس الشعب وفقا لهذا النص ملوش ان هو يناقش ميزانية الجيش على ان يتم ادراجها رقما واحدا في موازنة الدولة والاخطر بقى كما يختص المجلس الاعلى للقوات المسلحة دون غيره بالموافقة على اي تشريع يتعلق بالقوات المسلحة يعني سلطة التشريع تعلق بالقوات المسلحة سحبت من الجهة او السلطة المنتخبة شعبيا وعطيت للمجلس على القوات المسلحة وهذا شيء لا نظير له في كافة انحاء العالم في الدول الديمقراطية والدول الغير طب خليني اسأل حدك عشان ما احتاج افهم شوي المبدأ دي يعني فيه جزء بتاع الميزانية وده هتكلم عليه كمان شوي جزء التاني بتاع التشريعات التشريعات انا كنت متخلل هو بيتكلم على التشريعات الداخلية اللي علاقة بالشأن الداخلي للجيش وكأنها اللايحة الداخلية لأي مؤسسة مخصة لا ليس فقط ده معناها كده يعني لا ليس فقط احنا كرجالقانون بنفرق بين التشريع وبين اللائح ايما قصدي قد يكون بالنسبة للجيش اللائحة الداخلية بتاعتهم هي اسمها التشريعات الداخلية بتاعتهم انا بحاول افهم ارجوك وازور جهل الشديد بالقانون شوف النصر يقول ايه كما يختص المجلس الاعلى ايوا كما يختص دون غير بالموافقة على اي تشريع ايوا يخص اي تشريع يتعلق بالقوات المسلحة قبل اصدار يعني لما يجي البرلمان يطلع قانون خاص بتجنيد مسلا اه نور خاص بتجنيد لازم الجيش يوفي عليه اولا اه هو استقلال تمني مؤسسة الجيش يعني في فرق بين الموافقة واخذ الرائش اه يعني لو قال يؤخذ رأي المجلس الاعلى لقوات المسلحة لأي تبارت المؤادر بحاله يعني قبل اصدار اوكي مش مشكلة اه انما بالموافقة يعني يملك المجلس الاعلى للقوات المسلحة حق الفيتو على كل ما يتعلق به اي تشريع يزلوه البعلمان يتعلق به وعشان اكون منصف المسألة ليست متعلقة بالقوات المسلحة بس عدي البندة خمسة من نفس الوثيقة اه بتقول ان المجالس العليا للهيئات القضائية مجلس القضاء الاعلى مثلا اه او المجلس الحاصل في مجلس في مجلس الدولة الى اخر يختص دون غيره بالموافقة على اي تشريع يتعلق بالهيئة القضائية يعني ما يقدرش مجلس الشعب يطلع قانون السلطة القضائية الا اذا وافق عليه تمام مجلس القضاء الاعلى وانا رأيي انا قلت في الاجتماع هذا نوع من الطائفية المهنية الغير مقبولة يعني كن لما خلي لكل طائفة سلطة الموافقة وليس مجرد اخر على حاجتها الشخص على قانونها يبقى اقول بقى ويختص المجلس الاعلى للجامعات دون غيره بالموافقة على اي تشريع يتعلق بالجامعات ويختص المجلس الاعلى للإعلام بالموافقة على اي تشريع يتعلق بالإعلام يبقى انا ايه سلبت اختصاص مجلس الشعب واخلي مجلس الشعب يروح وما فيش داعي ايه يوم عارس اختصاصات اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة